بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول النوع الثاني من الكلاسفكيكيش الكلاسفكيكيش باي كنترولر there are three basic types of robot controllers لو جينا النوع الأول اللي هو limited sequence controller ده أبسط الأنواع نو بيعتمد to use a timer to determine when to activate an axis وعنده mechanical stops or micro switches to mark the end of travel for an axis تعال نشوف الفيديو اللي قدامنا ده يوضح لنا النوع ده اللي هو أبسط أنواع control اللي هو limited sequence control زي ما انت شايفه ادي ال stroke اللي هو بيمشي ودي عنده هنا الإشارة signal بيخدها عشان يفتح المشوار ويقفله يبقى ادي دي الطريقة اللي هو بيقدر يقدي مشوار محدد ده يشوف رايح جايرة مشوار محدد ويعرف مني انه يفتح ايه ادي هاو الفوتوسيل اللي بتديله او المايكرو سوتش اللي بيديله هاو انه يفتح الخلية ويقفلها and so on ويبدأ ايه يكرر هذه العمل يبقى هنا ادي مشوار محدد اللي بيمشي او ادي البستون اللي شغال ياخد امتى الاشارة شوفه لما يرجع اهو يبدأ ايه يعمل ايه الشغلانة دي ده النوع الاول يعني تعالي نشوف النوع الثاني اللي هو ايه point to point controller خد ما لك انا نقول الله يعني ايه limited sequence ويعني ايه point to point كل ده انت بتحتاج memory عشان تقدر تخزن فيها ال data بتاعتك فlimited sequence نوع بتحتاجش memory اساس لن عشان تشغل التخزن فيها بسيطة جدا انما هنا point to point هنبدأ بقى هنا يا سيد الفاضل انا عايز اقول ان انا زي الاجزامبل اللي قدامي تعالى نشوف يبا انا محتاج هنا memory عشان to hold all the positions او points اللي انا عملت لها marks وفي نفس الوقت لازم sensors عشان اوصل لهذه النق فانا دلوقتي الاجزامبل اللي قدامي ده تعالى نشغل ونشوف نتكلم عليه بيقول ان انا عندي two plates دول ودي الروبوت بتعمل ايه بتعمل welding اللي هو spot welding اهو فهو عارف انا حددت له ويمشي ياخد بعد كده دي انا هنا كده ايه ده اللي بنسمي point to point to control هل انت ما بين النقطة شوف او خليت معدها اهو شوف انا ما بين النقطة دي ما بين النقطة دي والنقطة اللي بعدها هل يهمني لان انا احفظ كل المصار ده انا لا لا ابدت انا يهمني ان انا اعرف position اللي بيتحرك فيه الروبوت هنا وبيتحرك فيه الروبوت عشان ينتقل فيه النقطة البعض ادي الكنترولر بالمناسبة دي التيتش بيندنت اللي انا كنت بكلمكم عليه هي دي ايه التيتش بيندنت اللي انا بشاور عليه خلاص نيجي بقى للنوع الاخير اللي هو الكنتونيوس path كنترولر they have large memories than point to point control and are able to record many points coordinates per second هنا كان كل اللي يهمك انت تحفظ الposition اللي هتعمل عنده الwelding لان spot welding ما يهمني اللي ما بين النقطة point رقم واحد انما هنا بيقول لي لا ده الميموري لازم اعفظ فيها كل point على المصار لان زي ما هنشوف في الفيديو ده انا بعمل continuous welding لازم اعرف المصار بالكامل بتاعي بيشتغل ازاي شوف هنا عايز اعمل welding للpart ده typically part زي موجود الناحية التانية عايزين نعمل welding وبعدين هيتجمعه في الاخر يعملوا welding للpart اللي هو في النص شوف بقى هنا المصار اللي انا ماشى عليه ده لازم كله بالكامل يتعمله اللحام فلازم احفظ الميموري لازم تحفظ لي المصار ده كله بالكامل عشان اقدر اعمل اللحام عليه خلاص ده المصار الاولاني تعال هيبدأ يعمل welding للمصار اللي في الخارج ده فأنا لازم احفظ كل يقولك ده زيوج ميموري محتاج عشان احفظ كل نقطة على هذا المصار عمل welding ليه هم شغالين البرال اللي الاتنين الروبوت عمل welding للجزء الخارجي يبدأ ان اخذت بالك ان المصار ده كله بالكامل هقوله ماشي عليه الروبوت لازم اعمل كل ده تحفظ فيه الميموري بالكامل تعال اعمل welding للنقطة اللي هي فيه المنتصف القطع اللي هي فيه منتصف هيخدوها البرال الاتنين مع بعد لازم اعمل بروجرام النوم يمش وياخدو المصار بهذه الطريق بكده وصلنا لنهاية هذا المقطع نراكم ان شاء الله في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته